السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا إخوة الكرام والديكم إن شاء الله تكونوا بالخير والعافية اليوم إن شاء الله بحول الله أريد أن أتحدث معكم في واحد نقطة مهمة جدا لليوتيوبرز وطبعا أنا سوف أتحدث معكم في هذه النقطة وأنا في جولة في طريقي إلى مكان معين وأريد أن أقوم بتقديم النصيحة لكل اليوتيوبرز الذين يطالبون بالاشتراك أو يرسلون طلب الاشتراك للأجسس من أجل أن يتم الموافقة في اليوتيوب ولكن المشكلة التي يتعرضون هي أنهم حينما يقومون بإرسال طلب الاشتراك في الأجسس من اليوتيوب يجدون شيء يسمى بأغال يعني رابط الموقع فهنا يبقى محير لأنه هو يوتيوبرز وليس مدوين إذا من أين سوف يأتي بهذا الضمين هذه النقطة في الحقيقة تبقى مشكلة لتالعديد من اليوتيوبرز ولكن المشكلة أنت من قام بارتكابها لماذا؟ لأن الطلب الاشتراك في اليوتيوب يكون عن طريق اليوتيوب مباشرة يعني من اليوتيوب مباشرة وطبعا سوف أشرح لكم كيفية ذلك تتبيقيا كما تلاحظ يجب عليك الدخول إلى قناتك ثم تختار مكان يسمى القناة ثم بعد ذلك الحالة والميزات ثم سوف تجد هنا هذا المكان من أجل الدخول لتحقيق الدخل أو تختار تحقيق الربح من هذا المكان ثم بعد ذلك سوف تجد ثلاثة الاختيارات في هذا المكان بالضبط هو الذي سوف تقوم بإرسال طلب للأدسنس وشرح ذلك طبعا سوف تجدون الفيديو في الوصف أما أن تطالب بالاشتراك في اليوتيوب عن طريق أو طالب الاشتراك في الأدسنس عن طريق الأدسنس نفسهم من محرك البحث فهذا خطأ من الأخطاء التي ترتكبها لماذا؟ لأن طلب الاشتراك من الأدسنس مباشرة فهو بالمقصود أنك تريد طلب الاشتراك للمدونة ولكن عندما تقوم بإرسال طلب الاشتراك في الأدسنس من اليوتيوب نفسها فهنا تقول له أريد أن أقوم بفتح حساب أدسنس في اليوتيوب هنا فقط أين يقع المشكلة وأعتقد رأي الرسالة وصلت وبينة وواضحة وتتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو لا تنسى الاشتراك والإعجاب ومشاركة الفيديو مع الآخرين